تكملة على أفكار المعاصر اللي هو في لسون 3 اللي هو Pressure at a point inside a liquid. عندي في الـ opposite graph represents a relation between the pressure P at a point inside a liquid and its depth H inside the liquid for different liquids a and b and c in three jars. يقول لي من في الجار؟ which of the liquids in closed reservoir and y. سيكون طبعا من غير أي تفكير هو C. لماذا C؟ لأن أنا أعرف أن الـ relation ما بين pressure and height سيكون عبارة عن straight line. وهو point of intersection ما بينه. ما بين الـ y axis هي الـ atmospheric pressure. نفتكر ثاني مع بعض أن pressure at a point inside a liquid equal atmospheric pressure plus rho g h. نفترض أن هو الـ container closed. لو هو closed. فيبقى معنا كده ما فيش اتموصفيريك بريشر بيؤثر لي. فيبقى الـ pressure equal rho g h. فقط من غير اتموصفيريك بريشر. يعني معنى كده الجزء الـ intersection مع الـ y axis ده مش هيكون موجود. واللين هيبدأ عندي من الـ origin point على طول. لان لو الـ height بزيرو أو dips بزيرو. يبقى معنى كده الـ pressure بزيرو. يبقى لأنها مستدرس من الوصول مقرد الجهاز لذا لم يتعطي من قبول الاتموسفير ما هي القلوة تحت نزع أفضل من الثلاث من الجهاز عن الجهاز بأنها هي النسطة نفتكار مع بعضك أننا نعرف مستدرس تحتاج الواء تحتاج الهائز وقتها في الجهاز تحتاج الى الصف النسطة 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 مين هناك كوفيشنط في X هو رو في G وبما أن الجي كونستانت يبقى معنى كده هاير سلوب هاير دينستي على طول طب أنا عندي دلوقتي فيه تلاتة لينز واحد اللي هو السي انكلاينت بانجل سيكستي واحد اللي هو البي انكلاينت بسيرتي والإي انكلاينت بانجل فيفتي يبقى معنى كده ان مين فيهم اعلى سلوب لان السلوب هو عبارة عن تان الانكلاينيشن انجل مع ال اكس اكسز اللي هو تان سيتا يبقى الهير سلوب هو السي ليه لان السلوب هو رو ملتبلاي جي وهير سلوب يبقى معنى كده انه هو هاير دينستي هو دلوقتي مدينا ان الانترسيكشن هنا هو يبقى انا قدر اجيب الاتموسفيريك برشير اقول انه هو طيب البار عشان خطرة ستتحول ليه باسكال فكل اللي احنا نعمله ان انا اعجيل البار احط مكانها تن بار 5 فكده بقت باسكال او هي هي نيوتن بار ميتر سكوار يبقى دا عندي المبنى او الهوز بتاعي و هنقسمه لسكوار الهوز بتاع كل واحد منهم عبارة عن 3 متر بالزبط او تبقى ازل تاغ بختور موتر فيه فوق الهاوز كله كمه خزان المية مقفول فيعتبر انه مقفوش او ما بيأسترش عليه اتموسفيريك بيولي ان كل فلور فيه ووتر تاب الووتر تاب يعني حنافية الهايد بتاعها من الفلور نفسه بتعتبر 0.5 متر من الجراون تال فلور إذا اتمام الووتر تاب يبقى انا عند الدور الرابع الحنافية دايت او التاب دايت فيها برشور البرشور داوت equal at the e بيقولي ان البرشور هنا هنسميه برشور 4 equal one hundred and twelve point seven times 10 per 3 newton per meter square طيب عايز الهايد بتاع الووتر تانك انا هابده باللي انا اعرفو on the plate اعرفه ان انا عندي Diggy التائج من اول التانك لصبح укضال الطب حد هنا بس هيبقى 2.5 متر يبقى كده في الآخر أقدر أقول أن في الفورس فلور هيبقى رو جي الهيط التوتال من الفورس فلور هيبقى 10.3 times 9.8 times الهيط كله هيبقى 3 plus 3 plus 2.5 plus H يبقى تبقى 8.5 plus H التي نريد أن نعرفها بكام وكل هذا أصلا نعرف أنه 112.7 times 10 per 3 جدا يبقى كل ما أفعله أن أمسك هذا الكلام سأعطي الناحة الثانية بسبب تبقى يبقى هيفضل لي 8.5 plus H سيكون محلل 112.7 times 10 per 3 over 10 per 3 times 9.8 فيذا كده هتطلع equal 11.5 هنودي الـ 8.5 أنه لن تطعينها بـ بسبب تبقى فيبقى معنى كده في الاخر اله هتبقى equal three meter يبقى ده الهيط بتاع الووتر في التانك وهكتبها جنبها كده three meter عشان خاطر هنستخدمها بعد كده هو عايز بعد كده الووتر pressure at the top of the first floor عايز الهيط هنا عند التاب دي يبقى برضه نفس الكلام بس المرة دي بقى هايبقى الهيط من اول التاب ديت لحد اخر التانك يبقى في بي هايبقى الpressure في الفرست floor هيبقى الرو جي اتش من اخر الووتر لحد الفرست floor يبقى تبقى تبقى 10.3 x 9.8 x عندنا بقى هنا كام عندنا 2.5 بس اللي هي من التاب لهنا بعدين 3 x 3 x 3 x 3 x 3 يفقى دول 15 مع الど직ه الووتر بتاعت التانك يبقى كده 18 بس اللي هي 20.5 يبقى كده الهيط كله يمكن ان احنا نجمعه مرة واحدة 20.5 متر يبقى كذا دوت هيبقى equal لما نحسبها تطلع equal to 100 900 أو 2.009 times 10 power 5 كل ديت نيوتن per meter square أو زي ما هو كتبها اللي هي 200.9 times 10 power 3 كل الفورمز زي بعض يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم لو في اي اسئلة هتبعتولي ان شاء الله number 8 في المسائل بيقولي glass container of base area contains of base area a contains two liquid x and y which are immisible يعني مش بيختلطوا ببعض the upper surfaces of each of them above the base of container are 0.1 meter 0.17 meter respectively and the offset figure shows the change of pressure p inside the two liquid by the change of distance d from the base of the container from the graph finds the value of atmospheric pressure فهنا اتخيل كده ان الشكل اللي على يمين دوت هم two containers sorry two liquid by two y اللي هم x و y هنا عند الـ x بيكون d zero وبعد كده كل ما بطلع فوق d عمالة بتزيد 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 لحد ما بوصل هنا اللي هي هتبقى اكتر من 0.15 لو عدينا الـ points هتطلع 0.17 متر لانه هو ممكن ما يقوليش بس في الحقيقة هنا في المسألة هو قال لي ان هو 0.17 وقال لي ان دوت الحد 0.1 متر خير وبرك عايز الـ atmospheric pressure ما هو الـ atmospheric pressure لما الـ D تبقى equal 0.17 يعني فوق لما تكون الـ point فوق خالص يعني مفيش مفيش pressure من الجزز عليها لما تكون الـ point هنا كل ما تبقى تحت يعني الـ D تكون صغيرة يبقى معنى كده ان الـ pressure هيكون كبير كل ما تطلع فوق الـ pressure بـ L هيكون الـ pressure L حاجة عند الـ height الكبير دوته كل اللغبطة طبعا ان انا في المسائل العادية الـ height بحسبه من على الـ surface هنا الـ height حسبه من الـ bottom يبقى الموضوع مختلف يبقى line نازل بالمنظر دوت كده هلو جدا يبقى هنا عن الـ graph هو انهي point هي الـ point اللي عند 0.17 اللي هي دي يبقى pressure become 9.1 يبقى كده الـ atmospheric pressure هيكون 9.1 وما ننساش انه ده كله time is 10 power 4 باسكال او newton per meter square تاني حاجة بيقول لي عايز الـ liquid الـ density بتاعت الـ liquid Y اوكي احنا برضو ممكن ان احنا نعمله بطريقة بسيطة هو ان انا بقول ان الـ pressure عند الـ point D اللي هي عند الـ supporting surface هي جاية من ايه؟ هي عبارة عن rho pressure عند الـ point مثلا هنسميها point one او اي حاجة هتبقى equal pressure بتاع الـ atmosphere plus rho g h دي بتاعت الـ y pressure الـ atmosphere احنا جبناه اللي هو 9.1 times 10 power 4 plus density بتاعت الـ y معرفهاش g بـ 9.8 meter per second square الـ height بتاع الـ y هو ده بس من اول هنا لحد هنا يبقى هو 0.07 وكمان الكلام ده كله انا عارف هو كام لان عند الـ point D اهيه عند الـ height او الـ D بـ 0.1 pressure بـ 9.15 يبقى انها عود داوت بـ 9.15 times 10 power 4 عشان نحل المسألة هنودي pressure بتاع الـ atmosphere النحية دي بالـ negative فهيبقى فهيبقى minus 9.1 times 10 power 4 equal density y multiply 9.8 times 0.07 7 خطوة الاخيرة اننا همسك الحاجات الملتبلاي دينستي بتاع الـ y او اديها بالـ divided يبقى كده دينستي تاعت y هتبقى 9.15 times 10 power 4 86 وفي 297 بعد كده بس خلاص مش مهم يبقى كيلو جرام per meter cube يارب تكونوا فهمتوها اي اسئلة ابعتولي المترجمات ي single نحن اشتركوا في القناة